السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم في هذه القناة واليوم سنشرح عن أفضل أو أحد أفضل عدادات تنازلي من أكثر من 11 عداد تنازلي من مختلف المواقع اليوم عندنا هذه 11 موقع رح ندخل هذا أول موقع اسمه عداد تنازلي من شركة مرتب رح أصنع لي عداد طيب العداد طبعا يعني أنا موعد كم بقي يوم أو كم بقي ساعة أو كم بقي ثقيقة أو كم بقي ثانية على نهاية شيء معين أن تحط أو موعد معين لهذا الشيء أو لهذا العداد فأنا مثلا رح أبدل الآن أصنع لي عداد الخاص بي أول شيء أختار صورة للعداد أنا أختار الصورة هنا صورة موجودة هي من نفس الموقع أنا مثلا بتكلم عن العيد مثلا صورة عن العيد يطلع لي جميع ذول صورة عن العيد رح أخبر مثلا تقبر الله منا ومنكم صالحة لأعمال هذا الآن أنموعة عيد مثلا رح أكتب عنوان الموع العداد ما يكون العداد عنا رح أكتب عداد عذرا عداد عيد الأبحى هذا الآن اسمه عيد عداد عيد الأبحى متى تاريخ المناسبة القادمة مثلا أنا أبغى مثلا بالهجري أو أبغى بالميلادي مثلا أنا أبحث بالميلادي مثلا بقول أن اليوم مثلا عشرة مثلا شهر أربعة سنة مثلا الفين وثلاث وعشرين سنة القادمة أبحث عرض أفتح لي صفحة ثانية أكتب فيها عداد عيد الأبحى وراها الصورة اللي أنا حطيتها ومكتب هنا ميتين وخمسين يوم وعشر ساعات واربعين دقيقة واربع ثواني على اليوم اللي أنا حددتها قبل شوي من هنا مثلا أنا معجبني أو معجبتني الصورة مثلا أبغى ذي مثلا طيب الوقت خطأ علي مثلا أبحث كده أو مثلا شهر سبعة غلط بالسنة مثلا أبحث خمسة وثلاثين وحط عرض طلع علي أكثر من ألف واربع وثمانين يوم على السنة ذي مثلا خنحط عشان يعني قريب مجسلتنا نحط مثلا تقيلنا هذا يوم انتهى طيب العرض طيب شفتوا كيف بقت ستاشر يوم على هذا العداد اللي يبشر هذا الآن أفضل موقع الآن من شركة اسمه مرتب هذا اسم الموقع مرتب دات كوم طيب خلصنا من الموقع الأول عندنا الموقع الثاني اللي هو هذا موقع يحط لك اللي تبغى مثلا أنا بحط الآن create يقول لك حط الوقت مثلا تبغى أنا مثلا أبغى بشهر أغسطس أو أغسط وبحطها بيوم ستاشر الساعة أبغاها ساعة ثمانية واثنى وخمسة عشر دقيقة كده يلا هذا يفق التجربات يعني مو مو وقت صحيح ولا شيء زي كده طيب هذا الرياض مثلا انجلش طيب ممتاز كده ممتاز طيب الآن نروح نقول create خلاص افتح لي صفحة ثانية يقول لك بقي لك 17 يوم 15 ساعة 18 ساعة و 3 خمسة ثانية و 12 ثانية طيب هذا الرابط لو تبيد تنشره شركة lodge board طيب اللي سأل موقع الثاني اللي بيشوف الآن موقع هذا هذا الآن الموقع اللي قدامنا أنا بحط طريق معين مثلا في سنة سنتنا الآن الحالية 2022 مثلا بشهر أبغى بشهر لا شهر مثلا يلا سبتمبر أبحط يوم 28 يلا يالي بقي لك 60 يوم تبت حط مثلا minute hour hour مثل hour أو الساعة minute متى كم حطت ساعة second يلا خالها زاكن مثلا خلص عندك هنا أعدادات يعني ثانوية وليست في مهمة طيب هذا الآن عندنا خلص هذا حطة أبن خلص أرسل للناس اللي تحبهم تقول لهم آآ بقي لكم هذا الموعد وخلص هذا الموقع الآن ثاني طب عند هذا الموقع آآ مثلا يقول لك حط اسم الموعد أنا بسميه آآ موعد آآ أي شيء زي كذا رمضان شهر ورمضان شهر آآ رمضان مثلا نقول يلا مثل ما نعدد ذا هو خمسة خلص قال لي يلا هذا الحين عندك آآ متل الشهر اللي تبيه طيب طيب هذا هو الآن أمامنا نقول لك الشهر عندك هذا طبعا كود آآ يعني كود إذا تبي تضيف هذا الموعد ذا على موقعك فأنا ما أحتاج يعني بس أشوف الموعد من هنا خلاص ممتاز طيب شوف الآن الموقع عند هذا الموقع نقول لك هنا تبيه تضيف حساب أحسن عشان يقبض هذا معه هذا الموقع يحتاج الحساب يعني أنا حضرت له أي حساب اختراعي وهمي فأنا بحث create آآ أباروح الآن أبكتب اسمه شهي بسمي بسمي آآ رمضان والديت متى متى نهاية التاريخ أبحث جولاي آآ مثلا لا أغسطس نهاية 24 هذا متى موعد النهاية ومثلا أنت وين أنا مثلا بحث بزولفي تكتبه في مثلا تكتبه بعض بالإنجليزي ما يحتاج عندك هنا تغير اللغة ما تبغى وش اللغة أنا بحط مثلا عربي آآ وش الشكل اللي تبغى للموقعك أنا بحط هذا الموقع هذا عجبني وبحط آآ موعد والآن يطلع لك بقليك 25 يوم على الموعد اللي أنت تقب شوي حط بشوف الموعد أو الموقع الثاني هذا الموقع الثاني اللي أما من الآن بحط مثلا صور محددة من عندنا مثلا هنحط عن الويكند أو لا عن الباسكتبول آآ أو عن الله إن شاء الله يجبتني آآ طيب نسمي اليفنت وشو يسمي آآ عشر في الحج يلا كذا مثلا واحد ثلاثين جانيواري ونحط آآ الفين ثلاثة وشهرين نحط الآوة آآ نحطها كذا مثلا هذا أنا ما وعد الآن تخميم من عندي يقول لكم وش تبغى تبغى مع الأسابيع بعد الأيام الساعات وكذا 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 أنا بحط آآ أو فقط أيام أنا بحط الأيام والساعات والثقائق والثواني طيب يلا نحط create ممتاز ممتاز خلاص خمسة مية وخمسة وثمانين يوم على مثلا الموعد اللي أنت بتحطه طب هارض كبر الصفحة مثلا أو تبي آآ نسخل رابط رسالة اللي تبيه كبر الصفحة مثلا خلاص مية وثمانين يوم وستمتع شوفوا الوقت طيب عندنا هذا الموقع اسمه هذا الموقع يمكن تضيف عداد وقت جديد مثلا نغط من هنا العدد تنازلي أوعد غاية من التاريخ أو الوقت يعني لا يروح الموعد أوعد تنازلي أنا بحط مثلا الثواني ثانية وحدة فقط مثلا عشر دقائق والساعة عشرة على الصفر إيقاف مثلا الصوت تبي تحط آلة الزابليون أو إجازة أو شخصا كذا أنا مثلا أو تبي تضيف لك صوت من عندك أنت من عندك أنت بقناتك أو تبي ش تسمي الموقع من هنا مش تبي تسمي اللقب أنا بسمي ما يحتاج طهرها طب أحط أو بسمي رمضان يلا رمضان خلاص تقول لك رمضان فقيلة عشرة إذا مثلا ساعة دقائق وموعد معين تبي تعدل تبي ترسله من هنا مشاركة خلاص هذا الموقع خلنفتح لها في صفحة ثانية نجا تشوفونا زين خلاص خطر الموقع وانشرها للي تبي حتى موجود على صفحة الويب يمشي بصفحة الويب ممتاز طيب شوف الموقع الثاني الاسمه بسكن هذا مؤقت فبحثت الآن ساعات مثلا أبحث أربع ساعات ودقيقتين وثانيتين عندك تبغى منبه تبغى شي تبغى في أذان كذلك هذا يمكن موقع عربي أو تبغى مطر أبحث صوت مطر مثلا شوفت صوت المطر خلاص وهذا البد هط يض بد خلاص ممتاز كنت تسمع الآن وقعت يمشي الوقت اللي قبل شوين حطيته وخلاص ممتاز الآن شوف الموقع اللي بعدها عند هذا الموقع اسمه العد التنازلي التنازلي وبكتب مثلا هذه الدقائق ببدال دقائق مثلا بحط عشرين دقيقة والساعة مثلا زل أو لا عندك هنا خلاص عند هذا التنازلي على الويب أنت خاص بي ممتاز تقدر تحف شاشة خلاص بسنا بتعيشوف وانتظر الوقت أو هذا أنت سوي تحدي والشي زي كده تقدر تحف هذا العد التنازلي يمشي على الشاشة طيب عندنا نشوف الموقع اللي بعد عند هذا الموقع اسمه time taco time taco بنحط event name أو اسم العداد أنا بسمي يوم الجمعة السنة 28 سبعة مثلا أبحث أنا بحث لا بغير ما أبغى أبغى شهر عشرة بيوم 29 يلا الساعة مثلا خمسة والمينت سبعة يلا سبعة تاز يلا شوف الآن أو تقدر تطيف 24 ساعة تطيفون هذي مول 12 ساعة طيب يلا بسمنا النبدأ شوف الموقع خلاص هذا هو الآن أمامنا الموقع يتبع لنا بقى شهرين و 30 يوم و 15 ساعة و 36 دقيقة طبعا هذه المواقع الـ 12 اللي قبل شوي شفناها إن شاء الله لكم عجبتكم موقع أو تبقيت استفدتم من الموقع إن شاء الله أشكركم على مشاهدتكم لهذا المقطع ونراكم بإذن الله في موقع مفيد وجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته